بسم الله الرحمن الرحيم نحن نهاردة جماعة نهاردة ده آخر سيكشن لنا في المنهج الموضوع ما نتكلم فيه عن برينكا بستي قدرة تحمل الترب الأول بس أنا عاوز أقول حاجة برضو للناس عشان يعني قدام شوف الامتحنات هتلاقي فيه حاجات كتير اوه في الامتحنات هي مش عليك يعني الدكتور مرون شرح الموضوع ده السنة دي مكانش بشرحه السنة اللي فاتت فالأجزاء او المحاضرة بتاعة برينكا بستي السنة دي أخف كتير من السنة اللي فاتت دكتور مرون ركز في تفاصيل وفيه أجزاء ما جابش سريتها يعني عشان ما تبقاش يعني ما يضغطش عليك في المنهج والوقت تاين طيب برينكا بستي قدرة تحمل التربة تعالى نبدأ نتكلم عن مقدمة بسيطة للموضوع ونبدأ ندخل في المسائل نستركز معي تابعه أول بأول لو حد عنده مشكلة يحاول يوقفني ونبدأ نشتاكل بس نعمر رحيم تعالى بقى نشوف هو يعني ايه برينكا بستو افشالو فونديشن قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية ركز معي قدرة تحمل التربة للأساسات السطحية والله بشماندز انت عارف دي معلومة مش جديدة عليك أكيد ان انا عندي نوعية من الأساسات السطحية عندي حاجة اسمها shallow قصد نوعية من الأساسات عموما نوعية من الأساسات عموما أساسات shallow foundations أساسات سطحية أو deep foundations أو أساسات عميقة ببساطة خالص ببساطة خالص ان انا لو دي سطح الارض هوت وديه طبقات التربة وعندي هنا طبقة تربة قوية معنى ان هي تربة قوية ان هي تقدر تشيل لي المبنى اللي هنفزه هنا المبنى باساساته تربة قوية قادرة ان هي تشيل تبتعالى كده في الديد فاوندشن لو التربة ده ايه طبقة ضعيفة جدا لو حطيت مبنى هيحصل انهيار في الصويل ليه ما هي التربة ضعيفة مش قادرة تشيل فبنعمل ايه في حالة الديد فاوندشن وليكن على سبيل المثال من ضمن الحلول ان انا اعمل الخوازيق اعمل خوازيق والحد ما تاخد الخوازيق دون الموضوع ببساطة ان الخوازيق ده هي تاخد حمل المبنى تنقله لطبقات قوية تاخد حمل المبنى تنقله لطبقات قوية طب يا باش مهندس ده المبنى معمول في تربة ضعيفة اه ما فيش مشكلة بس تربة ضعيفة المرة دي ما لهاش لازمة اصلي ما انت الحمل خدته عن طريق الخوازيق نقلت لطبقات قوية يبقى ركز معي كده الفرق او ملخص كده صغير ما بين الشالفاوندشن او دي فاوندشن امتا ده امتا ده انا هروح اشوف المبنى بتاعي الاول والله المبنى بتاعي لو الطربة تقدر تشيله خلاص روح احفر احفر كده اعمل اواعد بتاعتك اكيد بقى انشوفت الكلام زي ده نزلت تنفيذ او انك انت شوفتو حتى وانت معد في الشارع هتلاقي منفذن الاواعد والدنيا تمام وخلاص منفيش مشاكل اسمها السلسة الحية زي الاواعد اللي انت بتشوفه الطربة قادرة تشيل يا عم ايه المشكلة طب الطربة منيلة بنيلة صوفت كلي وحش قوي وانت عنك مبنى ميدة هيدي اجهاد عالي هاضطر ان انا اعمل لأسات عميقة ان انا انقل الحمل لمكان بعيد قوي او لطبقات قوية طب يا باش مهنس الجزء ده ما يهمنيش في حاجة دلوقتي لان الجزء ده بقول فيه ان التربة السطحية ده هيت ضعيفة مش تقدر تشيل فده ما يهمنيش امال انا يهمني ايه انا يهمني التربة القوية ده هي اللي هتقدر تشيل من غير خوازيء انا هرتكز عليها هي مباشرة مش هحط خوازيء ولا حاجة فده لي ميني التربة القوية دي انا عاوز احسب البرين كباستي ليها قدرة تحملها كام هي بتقدر تشيل اه هي بتشيل يا عمي فيش مشاكل بس الحد اللي مت معين بعد كده هتنهار فانا عاوز احسب البرين كباستي افشالو فاونديشن قدرة تحملها للأساتات السطحية يبقى انا بيهروح ان احسب حاجة سنالكيو طب هي الكيو في حالة الديب لها لازمة لا لها لازمة ليه ملاش لازمة هي تربة ضعيفة اصلا وانا مش معتمد عليه انا معتمد على الخوازيء اما في حالة الأساتات السطحية انا معتمد عليها هي فعشان كده بقول عليها قدرة تحمل تربة للأساتات السطحية طب هنروح لشوية التعريف مهم التعريف الاولاني بيقول ايه ultimate بيرنج كباستي كيو ultimate 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 بيرنج كباستي ايه ده يا بش مهندس ده حاجة اسمها الاجهاد الاقصى الذي يمكن ان تتحملها التربة عند منسوب التأسيس ultimate بيرنج كباستي ببين كو سن تشمل وزن عمره التربة وصبر عليه والله يا بش مهندس اقصى اجهاد تقدر تشيله السويل حدثنها ultimate بيرنج كباستي وانا هروح نفز ازاي انا هروح احفر هروح احفر دي فاواندجي فاواندجي نكتب الناحة التانية ما فيش مشكلة هعمل ايه التانية هروح احفر هنفز الاعدة حفرت نفزت الاعدة بعد ما نفزت الاعدة هروح اردم خطوات بتاعتي بترتيب حفر. نفست القعدة. ردمت بعد كده. طيب ده كلام حلو قوي. كلام حلو قوي. ماشي. طيب يا باشت ماندس. هوا انت دلوقتي. هنا. هنا هو كده. بص كده هنا هنا كده. التربة شايلة هنا ايه. التربة شايلة هنا ايه. والله دي شايلة الفوينديشن. شايلة الأساسات بتاعتي. زائد الصيل اللي انت ردمت بيها. شايلة حاجتين. الأساسات. وشايلة الصيل كمان. اللي اتنم مع بعض. يبقى انا بأثر عليها بالفوينديشن والصيل. تبدأ ديدي لك رد فعلي من تحت الفوق كده. انت بتأثر عليها وليكن بعشرين. فهي ترد عليك من تحت بعشرين. يبقى انا دلوقتي محمل على الصيل بفوينديشن. محمل عند النقطة دي كده. او عند منسوب التأسيس. فوينديشن لسس نفسه والرجم اللي انا عملته. باكيو ألتميت. بعشرين بتمثل حاجتين. فوينديشن والصيل. طيب ده كلام حلو. كلام جميل قوي. طيب بص كده باش مهندس. بص كده باش مهندس. تعال نفترض معي ان ده هوت. بيدي اجهات خمسة. خمستاشر. بيدي اجهات خمستاشر. وان السؤيل بيدي اجهات خمسة. خمستاشر وخمسة عشرين. طيب بركز كده. احنا بنقول ايه. الاجهات الاقصى الذي يمكن انت تتحملها الطربة عندما تسوب التأسيس. يعني اكتر حاجة تقدر تشيلها عشرين. لو حطيت عشرين واحد من عشرة. هيحصل هنا انهيار كبيرين كباستي. تكون مستوى الانهيار زي ما انت شفت في المحاضرة. بمختلف انواحها واشكالها. قد اشتوى الانهيار تتكون تحت القاعدة بتاعتي. يبقى انا اخري عشرين. كل حاجة عشرين. طيب يا باش مهندس انا لسه ايه لده. ده سيست بيديني خمستاشر. وده خمسة. يبقى اللي يجي للusive من الاساسات. وإلي يجي للซكراح end 얼마 اتنين مع بعض. لو ده عشرين وان اتنين مع بعض. اذا كان فطير اصمم م願 بح foundsies. لو انا سيصمم مستساسات. لذا سيصمم على 15 ولا اصمم على 20. لا طبعا اصمم على 15. لماذا? لماذا اصمم على 15؟ لانه القاعدة ستضيلي 15%. وهروح أردم بخمسة فنوصل للعشرين طب واحد تاني واحد تاني رح صمم على العشرين يعني خلى القعدة بتاعته القعدة ده هي تدي له عشرين وراح ردم الردم ده اداني خمسة فبقى عشرين وخمسة بتقصر انت كده بخمسة وعشرين هالكلام ده صح يا عم هي اخيرة عشرين انت لو حطيت اكتر من كده هتنهار فما ينفعش ان انا اخذ العشرين كلهم واصمم بهم الاساسات لأ ده انت تعمل حسابك انك انت لسه هتحمل انك انت لسه هتردم او هتحمل برد اخذ شوية الاساسات وشوية للرد يبقى انا اخري عشرين ييجي منين ما ييجي مش فرقة المهم اللي تحطه عند منسوب التأسيس ما يزكش عن عشرين ده اقصى اجهاد تقدر تشيله والعشرين ده هاي شاملة وزنة عمولة تربة اللي انت ردمت بيه شاملة وزنة عمولة تربة اللي انت ردمت بيه واضحة ده يا جماعة حتة ده مهم قوي ورهبنا عليها كلام كتير دي الوقتي نسمع المصطلح اللي بعد كده بنروح لحاجة اسمها اقصى اجهاد صافي يمكن ان تتحمله التربة عند منسوب التأسيس اقصى اجهاد بس زاد عليها كلمة اسمها صافي قال لك بص احنا نعمل ايه ايه رأيك اما اخد الكواطر متى انت حسبتها واطرح منها يا جماعة في الدين اطرح منها وزنة عمولة تربة لكني قلتلك هاخد العشرين واشيل منها خمسة وزنة عمولة تربة اتبقى لخمستاشر يعني انا عرفت اجيب بتاع الاساسات اه اخد الخمستاشر يا عم صمم بيهم يبقى انا اجيب الاجهاد الصافي بقى الصافي عمطرح منه وزنة عمولة تربة بس حاسب حاسب هو انت هتخد الخمسشار دول تصمم منهم للسات استنى يا عم فين معامل امان فين معامل امان اصمم الخمسشار لا ماينفعش فيظهر عندنا حاجة اسمها النت قلوب البرين كباستي كيو قلوب النيت جهد التربة الصافي الامن عند منسوب التأسيس الخمسشار بتاعت الاساسات يقسمها لعلى معامل امان فيناخده بتلاتة فيطلع الكيو قلوب النيت من هنا خمسشار على تلاتة بخمسة يبقى انا اصمم على خمسة يبقى انا ده الرقم اللي اخدمه استخدمه اصمم هاجة ترمي الجاي اول ما نتكلم في تصميم الاساسات خطوة رقم واحد او في البيانات اللي هدهلك هاقول لك يا باش مهندس والله الكيو قلوب النيت خده ايه بخمسة يعني اي رقم دلوقتي او بعشرة زي ما يكون خد الرقم ده صمم به الرقم ده هو حسبه ازاي بيتحسب في تقرير الترب تب هو حسب ازاي ده كلام الصويل كلام السيكشن ده تعال انا اقول لنا احنا عملنا ايه احنا قلنا ان اقصى حاجة بتطير الرسل اللي هي عشرين ده مين ده اساسات وصيل اتنم مع بعض طب لو عايز اجيب النت التمتر انا لسه التمتر النت رح منو الصيل يتبقى لي خمستاشر قلنا عشرين نقص خمسه يتبقى لي خمستاشر طب انا عوز اجيب القلوب المسموح بي يقسملي على موام الامان بتلاتة يطلع لي هنا خمسه شفت الموضوع مش ازاي تسلسولي كده حد عنده مشاكل غماعة نحن نتحدث عنه بسرعة عشان نغفر وقت بس. نتحدث عنه مش كده. تماما هندرسة كمان. ايه هي الطرق اللي احنا مستخدمها في حساب كدر تحمل التربة? خلينا بس نتفق ان احنا الطرق اللي هنستخدمها بتحسيب لي ايه? بتحسيب لي يدي لك الكيو ألتميت بكال. الاقصى. تحسيب لك الايجاد الاقصى كل حاجة. الطريقة بتحسيب كده. انت بقى 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 روح انت هاتي النت ألتميت. وبقى روح هاتي النت ألومي. بس هنا الطريقة تديني الكيو ألتميت كلها. قال لك والله انا عندي اتجاهين. لا اما من معادلات حسابية او من تجارب موقعي. المعادلات جاهزة او من تجارب موقعي. المعادلات. قال لك عندك معادلة من الكود المصري الجميل بتاعنا. معادلة لترزاجي. ومعادلات تانية. ومعادلات تانية ناس كتير قوي. كل واحد قال معادلة. وممكن ان اتكارن من المعادلات وبعض. طب. احنا. دورنا ايه? قال لك والله. تعالى هناخد الجيب شان كود. وناخد ترزاجي. المعادلات التانية يسيبك منها. مش نحل عليها حاجة. التجارب موقعي يسيبك منها مش حين لها حاجة. وهي رد تلاقي في امتحانات اسئلة على التجربة الموقعية. او اسئلة على المعادلات التانية. ما اعتقدش فيها اسئلة معادلات التانية. هتلاقي اسئلة على التجربة الموقعية. فغالبا دي غالبا خلاص دي مش عليك. لان هي ما تشرحش تستند. عشان بس دي الوقت. يبقى احنا اجيبش انكود وترزاج. ده يحسيبلي مين? ده يحسيبلي كيو ألتمي تباش مهندس. خمس دقيق. هقول لك معلومة مهمة او. والله يا بش مهندس. التصميم عموما. التصميم عموما. لازم يحقق شرطي. لازم يحقق شرطي. اول حاجة. البرينكة بس دي. قال لك والله فاوندشان ماست بيه سيف اجنس كولابس. ايه الكلام ده هو. بيقول لك لازم ان الاساسات بتاعتي ما تعملش انهيار للسويل. الاساسات ما تعملش انهيار للسويل. يعني انت ما تروحش تحمل باساس والسويل. بخمسة وعشرين. اللي هيحصل مستويات الانهيار والسويل تنهار. وانت روحت في داهل. يبقى اول شرط من الشروط ان ما يحصلش انهيار للطربة. ايه تاني. عندي حاجة اسمها ستل منت. حاسب بقى. حاسب. قال لك والله. ده انا عندي حاجة اسمها توتل. والديفرينشيال. معناها. الهبوط الكلي والهبوط المتفاوت يكون في الحدود المقبولة. الهبوط الكلي والمتفاوت في الحدود المقبولة. تعال لها نرجع لحدة الستل منت. يجايز يكون فيه ناس عندهم معلومة عن القصة دي. موضوع ببسطة خالص. ان ان لو انا عندي مبنى باساساته بكل حاجة. فانت عارف انك انت ما بتحمل على الرمل. بيحصل هبوط مباشر. هبوط فاوري. على طول. ده لو انا بحمل على رام. طيب لو انا بحمل على طين. بيحصل حاجة اسمها. الهبوط بياخد مع هبوط مع الوقت. يا ده مش قصتنا دلوقتي خالص. انا اللي يهمني ان البابنا هيهبط. انت عنك مشكلة ان البابنا هيهبط. هل انت هتعمل بابنا في الدنيا مش هيهبط. لأ. ده مسلم بي. انا مشكلة. المبنى اللي بتكلم عليه الاولاني. والله النقطة ده هي. هبطت اتنين سنتي. النقطة التانية. هبطت اتنين سنتي. خط بالك من حاجة. هو هبط من ناحية اليمين. والناحية الشمال زي بعض. من يمين زي الشمال. وبقول عليه. هبط منتظم. المبنى بيهبط حتة واحدة. ده ما نزعلنيش في حاجة. ما بين قصين. المبنى ما بيجي شرخش يا باش مهندس. ما فيش شروح بتظهر في المبنى. يبقى انا اتفاقتي معاك دلوقتي. انا سواء على رمل ولا على طين كده كده المبنى هيهبط. ده شيء مسلم بي. طيب. النوع الاولين من الهبوط ان يحصل الهبوط ينفور مستلمين. انا ما بقى بيهبط حتة واحدة. جميل قوي. المبنى هنا ما بيشرخش. بس خد بالك. ده فيه المت للهبوط. المت هنا. برضو الكود بيبدأ يدينا ارقام. ان الهبوط المنتظم ده يكون في حدود. يعني ما تخليش الهبوط ده تلاتين سنتي. ده كتير جدا. يكون ما يوافق ليش على حاجة زي دي. تخيل مبنى يهبط تلاتين اربعين سنتي. لا. ده ده يؤثر على حاجات كتير قوي. يؤثر على خطوط الكابلات. يؤثر على المباني المجورة. يؤثر على المباني المجورة. يؤثر عليك مشاكل كتير قوي. فده برضو فيه المت. طيب ايه النوع التاني. النوع التاني حاجة اسمها ديفرينشيال سيت المنت. بصوا بقى كده. المبنى ناحية اليمين هيهبط اتنين سنتي. او واحد سنتي. ماشي. ناحية الشمال هيبط اتنين سنتي. ايه ده? ده حاجة اسمها هبوط متفاوت. يمين ويشمال مش زي بعض. تبدأ تلاقي المباني بتشرخ. المباني بتشرخ. الشرخ عمودي على اتجاه الميل. مش هدد ده اتجاه الميل اهو. اللي عنده هبوط اكبر. هتلاقي الشرخ عمودي على اتجاه الميل. انت عارف انت لو انت عندك مبنى في ميل. او انك انت شايف ان الحوايط فيها الشروق بالمنظر ده. اولا هتلاقي ان الشروق في الحوايط كلها في نفس الاتجاه. نفس الاتجاه. بدأ تعرف ان هنا وارد جدا ان يكون في هبوط متفاوت. هو اللي سبب القصة دي. برضو القود بديني لمت للديفرينشت سلمنت. يبقى انا عندي هبوط متفاوت و هبوط كل. طب يا باش مهانس تعاوز تقولي بقى دلوقتي. بصوا بقى كده. بصوا كده. بصوا كده. احنا بصوا كده. انا بقول لك ان شرطة التصميم حق شرطية. برينكا باستي وسيت المنت. لازم برينكا باستي فقولت لك ان اللي جاي من فوق ده هو. الساتو الصيل 18 اقل من 20 يبقى انا سيف. يبقى انا سيف. عندك مشكلة. وغض النظر عن قصة الالتمت دلوقتي والالاومل وكلام ده. انا بتكلم دلوقتي ان اللي جايلي من فوق اقل من قدرة التحمل والطربة فانا سيف. بس ده سيت في البرينكا باستي. طب افرد ان التمنشط ده بتعمل سيت المنت. كبير قوي. كبير قوي. يبقى انا مش سيف سيت المنت. هو انا سيف برينكا باستي بس مش سيف سيت المنت. يبقى كلام ده ما ينفعش. يبقى انا لازم حقق الشرطين. احقق برينكا باستي وحقق سيت المنت. مش واحد والتاني لا لا لازم نتمن مع بعض. لازم نتمن مع بعض. احنا درنا في السيكشن برينكا باستي مش نكون سيت المنت. بس كان لازم تتعرف الموضوع ده. ده الكلام مهم جدا. قبل ما ندخل نتكلم في الاجبشان كود. حد يا جماعة عندنا مشاركة في الكلام ده. تماما نداز. تعال نتكلم عليه. اجبشان كود اكويشن معادلة كود المصري. الكود المصري زي ما اتفقنا ان احنا هيبقى عندنا معادلة. تحسيب لي الاجباد الاقصى كله. تركز بقى. المعادلة دي اولا حفظ. هتحفظ المعادلة دي. معادلة مهمة ولا ستحفظها. يرى معاك ده. سي ان سي لنده سي زاد. كيو ان كيو لنده كيو زاد. جما داش بي ان جاما لنده جاما. سي ان سي لنده سي. كيو ان كيو لنده كيو. جما داش بي ان جاما لنده جاما. هتحفظها بسهولة جدا. هتحفظها بسهولة جدا. ده هيديني اقصى اجهات. تعال مع بعض نتعرف واحدة واحدة على الرموز دي. والله كيو التميت ده هوت ده الالتميت بيرن كباستي عند الفاونديشن ليفل. يعني لو انا دلوقتي عندي قاعدة هوت على عمق دي فاونديشن وليكن باثنين متر مثلا. فانا بقول لك احسب لي الكيو الالتميت هنا. مشوه ده اللي يهمني. ان اللي يهمني قدرة تحمل للطربة هنا. رد الفقل اللي هجري من تحت. مش انا محمل عنده النقطة دي. يبقى دي النقطة اللي تهمني. عند مية ما عنديش. يعني مش قصصي دلوقتي. يبقى ده اللي يهمني ان انا بحسبها عند فاونديشن ليفل. هو ايه السي يا بش مهندس. والله السي ده هو الكوهيجن. التماسك التربة. التماسك في اختبار الان كونفايند بيس او كيو ان كونفايند على الاتنين. الناس فاكر اختبار الكيو ان كونفايند يا جماعة. شير استرس. ونقدت باخدوا دكوما ده هيت. من الكمة ده هيت. كيو ان كونفايند اختبار كيو ان كونفايند اسمع على اتنين اجيب السي. ده كلام الشير استرس زمان. طيب ايه تاني. طيب ايه الكيو انا عرفت السي خلاص ايه. ايه هي الكيو ده هيت. قالك ده وزن عمره التربة حتى منسوب التأسيس. وزن عمره التربة حتى منسوب التأسيس. يعني اجي كده عند منسوب التأسيس. واشوف وزن عمره التربة ده. وزن عمره التربة ده بكام. والله يا صن مشا جما داش في الاتش. يا عم الكلام السهل ده. جما داش في الاتش. يا ايه جما داش. فاكر يا عم كنا بنقول لو احنا فوق الميا مناخدها غما ساتوريتد ولو احنا تحت الميا ناخدها غما ساتوريتد. يبقى انا جي كده هو. الحب اللي فوق الميا جما ساتوريتد. الحب اللي تحت الميا جما ساتوريتد. ده وزن عمره التربة. عرفنا الكيو ايه تاني. تعال كده نشوت بعد كده حاجة اسمها ايه. المعامل الان سي والان كيو والان جام. ايه المعاملات دي? قالك دي معاملات قدرة التحمل. معاملات قدرة تحمل التربة. وبنين نحسابها من جداول. تعال ايب عندنا جدول جميل كده. الجدول ده اللي يبقى جيفن. او بيدي لك الارقام جاهزة. طيب. هي المعاملات دي بتعتمد على البشمنتس. قالك بتعتمد على زواية الاحتكاك. بتعتمد على الفاي. على سبيل المثال. لو الفاي. مسلا. بعشرين. هعمل ايه? والله فاي بعشرين ايه? اخد الان سي بخمستاشر. الان كيوب ستة ونص. الان جامة باثنين. طيب لو فاي بخمسة وتلاتين. خمسة وتلاتين ايه? اخد الان سي بستة واربعين. الان كيوب تلاتين. الان جامة تلاتة وعشرين. يبقى انا كده. مش انا كده دخلت تأثير الفاي في المعادلة. مش انت عرف ان التربة بتشيل بالسي بالتماسك وبالاحتكاك. التماسك دخل صريح في المعادلة. اهو. صريح. او الفاي دخلت زي في المعادلة بالمعاملات بتاعتها. الفاي دخلت بالمعاملات بتاعتها باش مهندس. طيب لو الفاي بصفر. يعني كليج? الان سي بخمسة. الان كيوب واحد. والان نجومة بصفر. يبقى احنا اتعرفنا عليها بالمهندس الوقتي. عارفنا السي. عارفنا الكيو ده وزن عمرو التربة حتى منسوب التأسيس. جما ايتش على طول. بس خد بالك لو انت في المية وتحت المية. عارفنا. الان سي والان كيو والان نجومة. ايه تاني? ايه تاني? واخده كيو ان كونفاين ده عليك اندي. ليه ان كونفاين? ليه ان كونفاين? هو اختبار نفسه. الاختبار نفسه كنا نعمل ازاي? مش انا كان عندي هنا. احط العينة كده. في الماكنة كده. وابقى حمد رأسي. بي حمد رأسي كده. وارسم الكيرب ما بين الاسترس. كده والاسترين كده. واخد الكومة اللي فودها هي. واقول عليها كيو ان كونفايند. هي لقى ان كونفايند. ان كونفايند يعني يقصب بقى غير محاطة. غير محاطة. مش ايه صل في الطبيعة لو انت اخدت عينها على عمكة 10 متر. 10 متر. مش العينة ده هي. عليها ضغط من فوق. ومن تحت. وضغط الجانبي كده. من كل الجهات. فعليها احاطة. عليها احاطة. عليها كونفايند. تب انت في التجربة. هل انت عملت احاطة? هل انت ضغطت عليها من جنبي كده? لأ. فبال عليها ان كونفايند. على عكس الترياكسيال. فاكر الترياكسيال. انا كنت بضغط من عليمين. بدغط المية. بدغط المية. بسيجمة ثلاثة. لو انت بكر سيجمة ثلاثة. فانا عمل ضغط اصلا من كل الجهات. فده كان بيمثلي التربة. احسن من الاختبار اللي فوق. هو مش القاعدة المفروض تبقى متحطة اصلا يعني. تبقى متحطة. القاعدة متحطة? يا عم لا استنى استنى استنى. لا لا. الموضوع مش كده. هو انا مالي ومال القاعدة. انا ماليش علاقة بالقاعدة. انا بدل الوقتي روحت خدتي من اهو. خدتي من اهو عينة. عينة طربة. مشي? وعملت علاقة اختبار كيوان كونفاين. وهم تبدي لك المسألة كيوان كونفاين بكام. تبقى عرف تطلع كمتة السي? تمام كده مش مال. اه او ان انا اشيل دي خلص هي. واقول لك انت هاتل السيب اي طريقة. روحت انت جبتام التري اكسل. جبتام التريك تشير بوكس. هاتها زي ما اتجيبها. يا دي بس طريقة انا بجيب خلص تربة. ما ليش اجاب القاعدة خلص? مش احطر القاعدة. انا بتكلم على الصين نفسها. طيب. لمدة سي. لمدة كيو. لمدة غاما. ده لعليه الدور. قال لك والله دي معاملات شكل الاساس. هي القاعدة عاملة ازاي? الاعدة عاملة ازاي? هي القاعدة دي مربعة? ولا مستطيلة? والقاعدة شريطية? شريطية? ايه ده? لو انت عاوز تتخيل دي. او انت لو عندك صور. صور. تعاش في صورة كلية مثلا عندنا. صورة كلية اللي برا ده. هتلاقيه معمولة على قاعدة. القاعدة بتاعته ممتدة. يعني الصورة هو ماشي. خلا انا سيما حتى لو رسمناها اليفيشن صغير كده. هتلاقي الصور مكمل. والقاعدة مكملة. ماشي معاه. فتلاقي مثلا دهو. عرض القاعدة وليكن متر مثلا. والاتجاه العمودي وليكن ايه? الف متر مثلا. بطول المجمع كله. قاعدة شريطية مكملة. عرضها صغير. ممتدة في الاتجاه الطويل. او الاتجاه العمودي كتير قوي. فده بتاع ايه قاعدة شريطية. لكلام هنقدو الترمي التاني خلاص بالتفاصيل في الاسات. بس ده مقدمة صغيرة يعني. نوضوها السترب ونصم ازاي وكده. طيب. طب. استفيد بايه من كلام ده? قال لك والله. اللامضة سي و اللامضة كيو. لو انت قطاع مستطيل. لو انت قاعدة مستطيلة. تحسيبها ازاي? واحد زي ثلاثة من العشرة بيه على ال. البي وال ال ابعادة الاعدة. اعدة مستطيلة هي. ده البي وده ال ال. العرض والطول. اللامضة سي بتسوي اللامضة كيو. اللامضة سي ده. بتسوي اللامضة كيو ده هي. بتسوي واحد زي ثلاثة من عشرة بيه على ال. طب اللامضة جمع. في حالة المستطيل واحد. ثلاثة من عشرة بيه على ال. ده برضو الحاجات دي كلها حفظ. اعود في العلاقات دي. اجهز من هنا لامضة سي و لامضة كيو. كل الفرق بس في الإشارة. طب لو القاعدة بتعطي مربعة. قالك اللامضة سي بتساوي لامضة كيو على طول بحل ثلاثة من عشر. واللامضة جامع بسبعة من عشر. ليه أصلا ليه ليه ليه. بص كده. مهل القاعدة المربعة. البي والل قد بعض. مهل المربعة. فتلاقي لو انت عوضت في قانون المستطيل. ده هيطلع بواحد. وده هيطلع بواحد. واحد زي ثلاثة من عشر. بواحد لثلاثة. واحد مقصد ثلاثة من عشر بسبعة من عشر. حكاين عوضت في قانون المستطيل. والبي على ال بواحد. بس. طب لو هي قاعدة شرطية ممتدة في الاتجاه العمو دي. هل لك خد بقى تعالي. خد. اللامضة سيب اللامضة كيو بواحد. واللامضة جامع بخدها بواحد. خد كل شيء بواحد. خد كل حاجة بواحد. يبقى دي معاملات شكل الاساس. تعال كده نشوف احنا تعرفنا على ايه. السي ده الكوهيجن. الكيو ده وزن عمره التربة. وخد بالك من تأثير الماء. الان سي والان كيو والان جامع بمعاملات بتعتمد على الفاي. وبروح اجيبها من جدوى الجميل كده. اللامضة سي واللامضة كيو واللامضة جامع بتعتمد على الشكل القاعدة بتاعتي. هي مربعة ولا مستطيلة ولا ستريب. فاضلي مين؟ والله انا فاضلي بي. تبدي سهلة. البي عرض القاعدة. خلصت. البي عرض القاعدة خلصت. فاضلي مين يا بش مهندس؟ الجامة داش. الجامة داش. تركز بقى معايا. تركز معايا. ايه الجامة داش دي بقى؟ هي القصة هنا. القصة كلها هنا. الجامة داشة بش مهندس. حاجة اسمها وزن وحدة الحجوم. بس فيما سفى بيه اسفل منسوب التأسيس. اسفل منسوب التأسيس. لو انت عاول سمها جامة ستار سمها جامة ستار. سمها جامة ستار. مفيش مشاكل. عشان بس ما تربطش م ما سفى بيه أسفل منسوب التأسيس ومش وراي كده وشوفوا الموضوع هيبقى عامل ازاي. قال لك الحل اولان ايه. لو المية موجودة عند منسوب سطح الارض. هذه القاعدة بتاعتي والمية أبعدها بيه وعلى عمق دي فون ديشن والمية على سطح الارض. المية الجراوند وتر تيبول على سطح الارض بالزبط. طيب هعمل ايه هعمل ايه. انا اقول لك ليه وزن وحدة الحكوم في مسافة بيه أسفل منسوب التأسيس. بص هنعمل ايه كده بص هنعمل ايه. هناجي هنا كده وانزل مسافة بيه هي ايه البيه الاول. البيه هو نفسه العرض. يعني البيه هقد انزل بيه كده. ونسأل نفسنا السؤال هي المية هنا. فيه مية هنا. فيه مية هنا. ايه ايه طبعا فيه مية. ايه دخول لي ده مية. طيب ولما يبقى فيه مية مش انا باخد الجما بجما سب مرشد. انا لاعيه في مية خطل الجما بجما سب مرشد. انا جمان عملت ايه انزل المسافة بيه. اهو نزلت مسافة بيه. فيه مية في المسافة دي كلها. اه. يبقى الجما بجما سب مرشد. الجما بجما سب مرشد. طب المرة نجيب الكيو. الكيو هو. الكيو ده الاول بس تعاملش نرجع له. وزن عمودة التربة حتى منسوب التأسيس. اجل حد الفوندوشن ليبل واشوف الوزن عمودة التربة ده. صميشن جما ديش في الاتش. طب يا باش مهندس ده ده كله مية يبقى جما سب مرشد. يبقى الكيو من هنا جما سب مرشد في الديفاوندوشن. جما في الارتفاع. دي الكسر رقم واحد كسر رقم اثنين. المية موجودة بين منسوب سطح الارض ومنسوب التأسيس. على كده. عندي قاعدة عرضها بي وعلى عمق دي فوندوشن. طيب المية فين المرة دي قال لك والله ده هي بين سطح الارض وفوندوشن ليبل. ده الجراوند وده الفوندوشن ليبل هو هي في النص في اي حتة مش فرق. انا كل مرة عاوز اعرف ايه. انا عاوز اعرف حكتين. عاوز اعرف الجما ديش. واعاوز اعرف الكيوب. جما ديش بكام كيوب كام. طيب جميل او جميل او الكلام ده. هعمل ايه. يا باشمهندس هننزل مسافة بي تحت القاعدة اهو. انزل لي مسافة بي تحت القاعدة. في مياه في مياه هنا اه في مياه تبقى جمع ايه جمع سبمرجد. يبقى انا بنزل مسافة بيه. لقيت مياه يبقى الصيل كسفتها هنا هنا جمع سبمرجد. جمع سبمرجد كسفت الصيل تحت المياه جمع سبمرجد. فنجيب الكيوب المرة. الكيوب هي وزنة عمر filtre بكتر كد이고 كل ده. الشوية اللي فوق المياه اسمهم اكس. الشوية اللي تحت المياه اسمهمي ايه. نسميش تبقىك مياه في الاتش. نعمل ايه بقى؟ الحبة اللي فوق المياه جمع سبمرجد في الاتش. الحبة اللي تحت المياه جمع سبمرجد. يبقى جمع سبمرجد في الاتش بجمع سبمرجد في الواي. حد يا جماعةنا مش كنا البلكات Law Drawer O Antes War variety in X. في الحالات دي? اول حالتين. حد عندنا مشكلة? ها الناس معايا? لا تماما نداز. يعني اخد الحالات الثالثة. المية موجودة اسفل منسوب التأسيس لكن بعمقة اقل من عرض الاساس. وعمقة اقل من عرض الاساس. بسكت بسكت. عرض الاساس بيه. وعمق دي فونديشن. رحت اشوف المثال لقيت المية هنا. لقيت المية هنا. لقيت المية في الحتة دي. احنا بنعمل ايه? انا بنزل مسافة بيه تحت القاعدة. بنزل مسافة بيه تحت القاعدة اهو. خد خط. نزلت مسافة بيه وخدت خط. ايه بقى الكلام ده? ايه القاعدة. مفيش هنا مية. وشوية غيرهم. في هنا مية. انا بنزل مسافة بيه لقيت حبة من غير مية وحبة في مية. لابا اخد الجامة ديش ايه? اخدها ساتيوريتد? ولا اخدها سابمرجد? خد بالك. هو انا بحكم على الجامة ساتيوريتد لسابمرجد? مش تحت الاعدة بشرة. لا اه. انا باخد مسافة بيه. واشوف المية عاملة ايه? تب الحالة دي حالة غريبة قوي. شوية ساتيوريتد وشوية سابمرجد? اعمل ايه? بص كده هنعمل ايه? انا اخد الحبة ساتيوريتد اسمهم اكس واحد. والحبة سابمرجد اسمهم اكس اتنين. طيب ماشي. اعمل ايه بقى? بص بان اجيب الجامة ازاي? هنا جامة ساتيوريتد. تب تحت جامة ساتيوريتد. كلام حلو اهو. ايه رأيك ان ما اقول جامة ساتيوريتد? اهم راح تضربها في اكس واحد. ازاد. الجامة ساتيوريتد? اقوم ضربها في اكس اتنين. انا عاوز اجيب الجامة داش. بس خلت بالك كده انت كده ضربت الجامة في مسافة. الوحدات هنا مش تطلع مزبوط. طب ههم راح اسمها على المسافة الكلية. على بيه. انا خدت كل مسافة في الجامة بتاعتها واسمت على بيه. كيو? وزن عاموري والطربة حتى منسوب التأسيس. الحبة دول. هنا في مياه? لا. جامة ساتيوريتد وانا متطمن. يبال كيو من هنا جامة ساتيوريتد في نخش على اخر حالة. اخر حالة. المياه موجودة اسفل منسوب التأسيس برضو. لكن بعمقه اكبر من عرض الاساس. بصي كده. بعمقه اكبر المرات. تعالى بنرسم مسألتنا. بنرسم مسألتنا قوي وبدل لك مرسومة مش فرقة. ترسمها انت او ادالك مرسومة. روحت واللهي. لقيت هنا. مديني منسوب المياه بعيد. قوي. طيب. قمت انت اواخد مسافة بيه? تحت القاعدة. في المسافة بيه عباش مهندس كل ده. هنا في مياه? لا. صريحة. مفيش مي. مفيش مي. يبقى الجامة هنا ايه? الجامة ساتيوريتد وانا متطمن. انا بعيد عن المياه خالص. طيب عاوز احسب الكيو بالمرة? كيو? طيب ما هي غمس السوريت برضو? في الديفة وانديشن مفيش مياه اخوة اصلا. يبقى احنا دلوقتي عارفنا حاجة مهمة قوي. قدرة تحمل التربة. الكيو قلت مدهيت. بتتأثر بوجود المياه. او بتتأثر بمكان المياه. صح? بتتأثر بمكان المياه. في مشكلة? طيب ايه طبعا بتتأثر بمكان المياه. طيب هل هي بتتأثر بمكان المياه تحت الاعدام بشارة? لا. قال لك الله. ده انت بتشوف مسافة بيه تحت الاعدام. هو ده تأثيرها على قدرة التحمل. هو ده تأثيرها على قدرة التحمل. لو في مياه هتقلل لقدرة التحمل. هتقلل قدرة التحمل لانه ستتعوض بجمع ساب مرجد. ساب مرجد. هيتل على رقم قليل. طيب. الحالة الاولى كان فيه مياه. خلاص دخلت معي. الحالة التانية برضو فيه مياه تحت الاعدام. في مسافة بيه. الحالة رقم ثلاثة. لقيت شوية وشوية. الحالة رقم اربعة. لا ده الجامعة بعيد قوي. الجامعة والجراون دوتر تيبر بعيد قوي. فهنا مش حاسة بالمياه اصلا. مش حاسة بالمياه اصلا. مش حاسة بالمياه خالص. المياه بعيد. وكدرة التحمل ولا فرق معاه. مياه بعيد عني. مافيش مشكلة. كدرة التحمل تدطيها رقم حلو. طب قاعدنا نشوف مساء على الاربع حالات. بقول لي هنا ايه? كالكوليت. زي نت اللاو بالبيرن كباستي. عاوزي نت اللاو بالبيرن كباستي. يعني كيو اللاو بالنت. طيب. افقى فوتينج. لو انت عندك قاعدة. لها ابعاد في البلان اتنين في ثلاثة. ابعاد بتاع القاعدة بتاعتي اتنين في ثلاثة. لوكيتد متر ونص بلو جراوند ديليفن. بيقع على عمق واحد ونص متر اسفل منسوب او اسفل ستا الارض. افزل سترطم لو لو تروع بتاع ساند كلي. ساندي كلي هافنج كوهيجان اربعين وفي بعشرين. يا طبعا يعشن الساند مع كلي مع بعض. فلاها في ولاها سي. السيب اربعين والفي بعشرين. واللجامة بتاعتها بعشرين. اللجامة بتاعتها بعشرين. طيب. الحالة الاولانية على سطح الارض على سطح الارض. طب تعال كده. تعال نشوف. تعال نحل حالة حالة. والله الحالة الاولانية او هنا بيقول لي ان انا عندي قاعدة ابعدة اتنين في ثلاثة ابعدة اتنين في ثلاثة والسي باربعين والجامة بتاعتها بعشرين. هي المعادلة بتقول ليه. سي ان سي لامضة سي. كيو ان كيو لامضة كيو. جمداش بي. ان جيو ان جاما لامضة جاما. قولنا معادلة دي حفز. خلاص. ده كلامش هنقوله تاني. طيب. كتب لك هنا ملحوظة. مدان محددش هنستخدم معادلة كود المصري. احنا اقول ان احنا هنستخدم معادلتين. اجيبش يان كود. اجيبش يان كود. ومعادلة ترزاجي. ده اللي هنتعلمهم. ترزاجي. ولي هنجيبش يان كود. انا محددلش في الامتحان. محدد ليش. مقال ليش استخدم ترزاجي. هروح استخدم معادلة كود المصري. طيب. ماشي تعال. هي السي بكلام يا بشماندس. السي بكلام. باربعين اهي. سي باربعين اهي. طيب. تجي نجيب تجي نجيب الان سي والان كيو والان جاما. تعال نجيبهم بقى ونخلصهم بالمرة. طيب. هما دول بيعتمد على ايه. افكرك تاني. والله الان سي. ان كيو. ان جاما. بيعتمد على كمتة الفاضل. باروح جدوى الجميل. بالفاي اجيب الحاجات دي. طيب بص كده. يا الفاي بكام بعشرين. اروح الفاي بعشرين اهيه. اخدوا القيام دي. الان سي من هنا خمستاشر. الان كيو ستة ونص. الان نجاما باثنين. الان نجاما باثنين. خد بلك دي تكملت الجدو. طيب. يبقى انا جهزت الان سي والان كيو والان جاما. اعرف اجهز حاجة تانية. عشان اعرف اجهز اللامضة سي واللامضة كيو واللامضة جاما. معاملات شكل الاساس. معاملات شكل الاساس. قلنا والله لو انا عندي قاعدة مستطيلة. اتنين في ثلاثة زي ما هو بيقولي. يبقى اللامضة سي. بتساوي اللامضة كيو. اللامضة سي. بتساوي اللامضة كيو. بتساوي. واحد زي ثلاثة من عشر بيه على ال. الحاجات دي برضو هتحفظها. واحد ثلاثة من عشر بيه على ال. البيب كام? اتنين في الثلاثة. يبقى اتنين على ثلاثة. يبقى واحد زي 3 من 10 و2 على 3 ييطلع 1 من 10 . طب اللمضة غاما آخر حد ده اللمضة غاما 1 و3 على لقل خриabbل في بي بـ 2 والألا بـ 3 ييطلع في بـ 8 من 10 نشاهد، إحنا جاهزنا ايه؟ والله إحنا معنا السي ومعنا النسي أو خلاني اولا تاني معنا السي ومعنا نحنا اجدنا النسي والنسي والنكي ونجام من جدول النسي النكيو النجام إيه تاني معي اللمضة سي واللمضة كيو واللمضة جام. تابل بي عرض القاعدة بتاعتي باتنين متر. انا فاضلي مين يا جماعة فاضلي الجامداش وفاضلي كيو الجامداش والكيو. طيب تعال بقى نشوف الحالات بتاعته. فبقول لي اول حالة افرض ان الماء على سطح الارض. الماء على سطح الارض. الارض القاعدة بتاعتي اثنين متر. هو قمديني الفونديشن ليبل مدولي اصلا جاهز في مسألة متر ونص. الماء على سطح الارض. ها. هنعمل ايه? انا بضع عرمينا جماعة كل مرة. جامداش. وكيو. حد يعرف يقول لي الجامداش وكيو في الحالة دي. ها. حد بقى يقول لي جماعة ناس ساعدني كده نخلص المسألة. الجامداش بكم والكيو بكم? الجامداش. 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 الجامداش اللي اناور عليك. والكيو. واحد ونص بالجامداش. تمام. جامداش في الدي فونديشن برضو. احنا اولا بنزل مسافة بيه. اهو. مسافة بيه اهو. لقيت الجامداش بالجامداش. الجامداش. ما هو فيه مية. تعال كده. تعال ادي المعادلة تاني معلش نقولها تاني. تيجي نحسب الكيو. الكيو بتاعتي. الجامداش بمرجد. عشرة. الدي فونديشن واحد ونص. العشرة كبتاها منين. ما هو بشمال نص ومديني الجاما كلها بعشرين. دي جاما ساتيوريتد. اللي هو بيديهلي دايما مديك ساتيوريتد. بقى لو انا عاوز اجيب الجاما ساتيوريتد. اقول والله الجاما ساتيوريتد. اطرح منها الجاما ووتر. ده عشرين. ده من معاوض وحدة كيلو نيوتن. يبقى اطرح منها عشرة. يبقى لي عشرة. لا كلام خلاص بقى. الكلام بتهالي سهل بالنسبة للناس كلها. لو انا شغال بالطنة. اطرح واحد. طيب. انت جاهزت عاوض? على كده عاوض. سي باربعين معايا. ان سي خمس اشر معايا. لمدة سي واحد اثنون من عشر. كيو خمستاشر. ان كيو ستة ونص. لمدة كيو واحد اثنون من عشر برضو. زائد. ده الجاما داش. قلنا ان هي بجاما مصف مرجنت. واخدها بعشرة اهي. اخدها بعشرة اهي. في البي بتاعتي باثنين. عرض القاعدة. الان جاما. انا اجب تعمل جدول باثنين. اللامضة جاما بتمانية من عشرة. يطلع منها ده. تمنمات تسعة وستين كيلو نيوتين عمية المربع. وطبعا موحدات اجهاد. موحدات اجهاد. موحدات اجهاد. قد بالك هو عاوض يوصل لي ايه? عاوض يوصل لي حاجة اسمها الكيو الاول نت. المعادلة بتديني الالت. طيب كنت بعمل ليه بعد كده? بروح اجيب حاجة اسمها الكيو الاول. الاجهاد الصافي او الاجهاد الاقصى الصافي. اقصى اجهاد. اقصى اجهاد صافي. يعني ما كنا بنترح. ما كنت افكرك برضو بسرعة كده. قاعدة هي? وعندي رد. فكنت اطرح الرد. اجيب بتاع القاعدة نفسها. فقلت كيو الاولت اطرح ليه منها كيو كده? يبقى تمنمات تسعة وستين لجابة من المعادلة. اطرح منها الكيو اللي هي بخم وستشرة اللي انت حاسبها قبل كده. يتبقى لي 254. اعاوز احسب الكيو اقول له بالنت. قال له اخد الرقم ده اسمول على تلاتة. معامل امان بتلاتة. يتبقى لي من هنا. 284. الرقم ده اودي لي المصمم. يقول له عام يخد صم الاسات بتاعتك. ثانية. المية اسفل منسوب التأسيس. اسفل سطح الارض اقصد. اسفل سطح الارض. المية هناك. نزلت واحد احتصال المية. انا كل حاجة بنسبالي سبت. انا عندي دايما مجهولية. الجامة داش. والكيو. حد ده جامعة يقول. يلا الجامة داش بكام والكيوب كام. الكيوب جامة ساتيريتد. في الواحد. الكيوب جامة ساتيريتد. الحبة اللي فوق المية. في واحد متر. زي الجامة ساب ميرجد في نص متر. الجامة ساب ميرجد في نص متر. طب الجامة داش. الجامة داش هتبقى جامة ساب ميرجد. طب ميرجد برضو. زي ما احنا قلنا. انزل اللي مسافة بيه. هنلاقي هنا المية كام. جامة ساب ميرجد. طيب. هنا في غلطة. دي واحد. طيب. الحزبة صحة بس الرقم اللي غلط. انا بس بعدل دي عشان لو حد ياخد سكرين ولا حاجة. طيب. يبقى عشرين في واحد الحبة اللي فوق. الحبة اللي فوق زياد عشر في نص. يطلع مني خمسة وعشرين. دي الكيو. والجامة داش معاي. اعرف اعوض. والله نفس كل حاجة. سي. ان السي. لامضة سي. نفس الكلام. كيو المرادة تفرق بقى. المعادلة هي. المعادلة فيها كيو. قلينا نرجع للمعادلة هي. المعادلة فيها كيو. بعوض بكيو بتاع الحلة دي. كيو هنا بخمسة وعشرين. طيب. ان كيو برضو هو. لامضة كيو. هي هي. زي. الجامة داش. الجامة داش المرادة بكام. وجامة ساب ميرجد. خلاص جبتها. البي. والنجامة واللمضة جامة. نفس الكلام. طلع من هنا تصومية. سبعة وربعين. طيب. هي يتاني. عاوز اجيب الكيو المرادة. قال ليا اخد الكيو المرادة تقلتها. اطرح منها الكيو يبقى تصومية سبعة وربعين. هطرح منها الكيو بتاعتي ده هي. تبقى لنا تصومية وعشرين. عاوز اجيب الكيو المرادة. اخدوا الرقم ده. يقسمه على 3 يطلق 3.7 لاحظ كده أما المنصوب المية نزل قدرة التحمل زادت قدرة التحمل زادت المنصوب المية بيقلل لقدرة التحمل أما المية نزلت قدرة التحمل زادت شوي حالة رقم 3 The ground water table is located 2 متر blue ground level نفس حالة ثانية نزل 2 متر وحط المية 2 متر أنا بعمل إيه بجي تحت القعدة واخد مسافة بي اللي هي ب2 متر واخد خط واخد خط الشوية اللي فوق المية هسموه mix 1 والشوية اللي تحت المية هسموه mix 2 لو عاوزي جيب الجماداش قلنا الشوية اللي فوق المية هدربه في الجماد الشوية اللي تحت المية هدربه في الجماد سبمرجد وبعدين بقسم على مسافة بي طب الكيوم من هنا بزن عمورو التربة حتى منسوب التأسيس الجماد فوق بي كان الجماد هنا بجماد ساتيوريتد في مية فيش مية فوق يبقى هنا جماد ساتيوريتد في الديفا وانديشن تبتيجي نحسب الكيوم تعال نحسب الجماداش الأول والله إكس واحد بهيت لو انت كده بتجي تبصيت هتلاقي دي 2 متر ودي متر ونص يبقى لإكس واحد من هنا إثنين نص واحد ونص يطلع بنص طيب دي نص ودي اثنين متر يبقى لإكس اثنين من هنا اثنين نص نص بواحد ونص عود كده إكس واحد نص في جماد ساتيوريتد بعشرين زائد إكس اثنين واحد ونص اهي في الجماد ساتيوريتد بعشرة على اثنين يطلع باثنشر ونص طبعا كيلو نيوتون على المتر المقعد تجي نحسب الكيو كمان والله الجماد ساتيوريتد في الديفا ونديشن الجماد ساتيوريتد بعشرين والديفا ونديشن بتاعتي بواحد ونص يطلع من هنا ثلاثين أعرف أعوض نفس المعادلة ونفس كل حاجة كل اللي هيفرق الكيو والجماداش نفس كل حاجة تعالك يا قلومت بسرعة سي ان سي لامضة سي ما تغيرش حاجة كيو المرادي اتغيرت هاي بتلاتين الان كيو واللمضة كيو نفس الكلام الجماداش اتغيرت بقى باثنشر ونص أما البي والان جما واللمضة جما نفس الكلام طلع تسعمائة اربعة وتسعين ولو انت كدت بالك برضو رقم عمال يزيد انا عمال انزل بمنسوب المي عاوز احسب الكيو ألتمت نت هاخد الرقم ده الالترح لمن كيوه الكيو بتاعت ليها تلاتين اتلع من هنا 964 عاوز اجيب الكيوه اللي هو بل نت اخذ الرقم دا السمو على معامل أمام تلاتة اتلاتة 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 اخر حالة العنو وترتيب الوكتد أربعة متر يلتك تعالك كدة انزل أربعة متر وحط منسوب المي احل ازاي؟ والله هي بروح اخد مسافة 2 متر اسفل منصوب التأسيس واخد خط هل هنا في مية مفيش مية تبقى الجما هنا داش بجما ساتوريست على كده والكيو الحب دول جما ساتوريست في الدي فاونديشن الكيو 20 في 1 ونص جما ساتوريست في الدي فاونديشن الحب اللي فوق تعال انا عود نفس المعارلة بالزبط بس اللي يفرق الكيو خدتها ب30 والجما داش خدتها بالجما ساتوريست كلها 20 اه لان هنا مفيش مية القاعدة مش حاسة بالمية اصلا طلع 2018 ده اكبر رقم فيهم المية عمالة تبعد الرقم عمالة يزيد عاوز احساب الكلام الميت خدوا الرقم ده اطرح منه 30 طلعا 98 عاوز اجيب الكلام الميت بقى سمع المعامل الميت 3 يطلع منه 329 و13 حادي جماعة مش خلاف الكلام ده حادي عندنا مش خلاف اي حالة من الحالات دي ديني واضحة جماعة حادي عندنا مش ركل نشوف مثال تاني مثال برضو سهل وتطبيقه على الموضوع اللي هننتكلم فيه ده هوت بقول لي هنا ايه اسكوير فوتينج قاعدة مربعة قاعدة مربعة سبورت اكولوم لوت وعليها عمود هالقاعدة ده هي بتشيل عمود فوقها بقول لك ان حمل العمود ده هوت بكم بألف حمل العمود ألف افزا فوتينج لوكيتد اتنين متر بلو جراوند ليفر بيقول لك ان هو بيقع على عمق اتنين متر او القاعدة منصوب التأسيس بتاعها اتنين متر رح سطح الارض لو انت جيت بصيت هتلاقي عندك طبقة هنا ساند جمع ليه بـ 18 والفاي خمسة وثلاثين وطبقة تانية كليه جمع بـ 19 والسيب 50 ومديلك مناسيب مديلك مناسيب ده صفر وده اتنين ده صفر وده سليب اتنين يعني مسافة داية اتنين متر هو بيقول لي ان القاعدة على العمق اتنين متر يعني القاعدة هنا كده يعني القاعدة بترتكز على وش الطين على وش الطين مش بترتكز على الرامل اخد بالك على الطين مش على الرامل طيب عاوز يبقى قال لك calculate the required dimension of the voting عاوز يحسب ابعاد القاعدة بي في بي ما هي قاعدة مربعة بي في بي تنشور عشان يضمن فاكتوروف سيفتي بتلاتة عايز ان الفاكتوروف سيفتي بتلاتة احنا كده نقدم بتلاتة اصل طيب تعالى نحل تعالى نحل يسيبك من الابعد القاعدة تعالى بس نروح نحسب الكوة الاوبالنت زي ما انا ما تعاونت يحسبك كده الكوة الاوبالنت ومالك شرعه ابعد القاعدة يعني سيبك من مطلوب بتاعه تعالى نحسب الكوة الاوبالنت هعمل ليه؟ معادلك للقود الماصري سي اني سي لامضة سي كيو اني كيو لامضة كيو جمع داش بي اني جمع لامضة جمع تعالى كده نحسب ايه السيب كامية باش مهندس السيب كامية باش مهندس احنا قلنا ان هو بيرتكز على وش الرام على وش الطين فياخد السيب بتاع الطين يعني السي مش بصفر هو اللي انت بتقوله ده يعني لو القاعدة هنا كده يعني هو مرتكز في الرام يبقى السي في المعادلة بصفر يبقى هو هنا مرتكز على الطين فانعاوز اشوف قدر التحمل والطين ما هو ركز على الطين انا مالي انا مالي مالي الراملة اصلي الراملة هستخدمه بس في حدة ثاني يبقى اخد السيب تاع الطين نفسه يبقى السيب بكم بخمسين طب انا عاوز اجيب المعاملات النسي ونكيو والنجام خد بالك هو انا اخد الفاي بخمسة وتلاتين ولا اخد الفاي بتاع الطين انا برضو اللي يهمني قدرة تحمل الطين ماليش داعه طب الفاي بالطين بصفر بصفر انت عارفها اصلا وانكتا جدا مش مديد لك فاي الجدوى الجميل لما الفاي بصفر لما الفاي بصفر الانسي بخمسة والن كيوب واحد والن جام بصفر انسي بخمسة انكيوب واحد انجام بصفر يبقى انا دلوقتي والله انا عارف السي عارف الانسي عارف الانكيوب عارف الانجام طيب ماشي عامل اي تاني عامل اي تاني تعال نجيب المعاملات بالمرة اللامضة سي واللامضة كيوب واللامضة جام ده معاملات بتعتمد على شكل الاساس قلنا والله لو انا عندي اعدة مربعة لو انا عندي اعدة مربعة اللامضة سي واللامضة كيوب بيطلقى واحدة ثلاثة من عشرة واللامضة جام سوعة من عشرة الحاجات ده انت حافظها على فكرة يا جماعة اشري بس انحاجش استغرب انا جبتها منين الأرقام ده أنا حافظها حافظ الحاجات دي يبقى أنا عرفت للمضة C واللمضة Q واللمضة G عرفتهم خلاص اي تاني فاضل اي تاني فاضل اي تاني دي المعارضة مرة تاني خلاص عرفت ال C N C لمضة C N Q لمضة Q N G لمضة G عرف كل ده يجي بالكيوب المرة وزن عموري التربة حتى منسوب التأسير يبقى هو ده ده وزن عموري التربة ده وزن عموري التربة جاما في ال D طب اخد جمل الرمل اللي فوق ولا اخد جمل الكلاجي هو الوزن العمود ده وزن ايه مش ده وزن رمله اصلا مش ده وزن رمله باش منسين فبما اخد الجمل اخد جمل بتاعت الرمل اخد جمل الرمل فاخد جمل 18 وطبعا ما عنديش مية ومتضارب فيه بالديفة وانديشنا بتاعتي ب2 متر طلع منها 36 طلع من هنا 36 طيب يبقى انا كده عرفت ال Q طب الجمل دهش بكام والله انا مسألت كده كده ما فقاش مية يعني او انزلت المسافة بيه هتلاقي هنا ان الجمل دهش برضه بجمل ساتيوريتي انا ما عنديش مية اصلا باش ما عنديش مية فده جمل ساتيوريتي او ايه المجول اللي واحد في المعادلة ايه المجول اللي واحد في المعادلة اللي بيه مش عارفه او انا عارف عرض القعدة انا مجهز كل حاجة بس معرفش عرض القعدة قصي كده بقى وخب بالك بقى من حتة دي هي لان جمعك كان لان جمعك كان صفر جمع داش بي ان جمع لامضة جمع الان جمع وصفر يعني الحد ده كله مالوش لازمة شوفت يعني البي اللي مزعلك اصلا مالاش لازمة كل ده هيصفر تعرفت تحسب كده سيب خمسين بتاعت الطين الان سي انا جايبها قبل كده من الجدول بخمسة طيب اللامضة سي معي بواحد وثلاثة كيو لستحسابها بستة وثلاثة اللي ان كيو من الجدول بواحد اللامضة كيو معي بواحد وثلاثة يطلع من هنا تلتمية واحدة سبعين وثلاثة هل عرض الاساس هل عرض الاساس مهم في حساب الـ الـ او الـ الـ لالطين هل عرض الاساس مهم لا مش مهم مهم في ايه انت حتى لو عارفوا مالوش لازمة كده كده لحد الاخير ده هيصفر اللي ان جماع بصفر فده كله هيبقى صفر هيبقى عرض الاساس مالوش دور في حساب الـ الـ في حالة الطين لان الـ بصفر فلان جماع تطلع بصفر حسابة الـ اعرف اجيب الـ اخذ الرقم اللي بيطلع اطرح منه يديني من هنا الـ يطرح منه 35 يديني من هنا 335 اعاوز اجيب الـ ناخد رقم ده ونقسمه على 3 هو كده 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 ام حدد له وعمل امان في المسألة بتلاتة يديني من هنا 111.19 يبقى ده الـ هو ده اللي احنا نستخدم في تصميم القاعدة بتاعتني طيب انا كده حلت عادي تجد نرجع للمطلوب ها بقول لك اعاوز ابعاد القاعدة يعني بقول لك باش مهندس اهو تركز كده اهو الـ 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 111.9 10 ها بقول لك تعال نحط عمود من هنا العمود ده حمله كم ألف والأعلى دي أعدى مربعة B في B هو بجوانس الإجهاد بيساوي إيه الإجهاد أي إجهاد في الدنيا عبارة عن B الحمل على المساح الحمل على المساح يعني الإيريا يتساوي B كولوم على Q اللوبل نت شايف القانون ده ده أول حاجة هنعملها الترمج جاي وإحنا بنصم الأساسات المساحة حمل العمود على Q اللوبل نت طب البي كولوم بكام بألف الQ اللوبل نت بكام بـ 111.9 أجيب من هنا المساحة طب المساحة عبارة عن B تربيع لأنه هو مربع يبقى البي من هنا تطلع بـ 2.98 أمتنا مقربها بالزيادة لتلاتة متر أنا هنا خدت بي كولوم على الإيريا هوت الإجهاد حملة على مساحة يبقى من هنا البي كولوم هي الساوي 111 اللي هي الكيو اللوبل نت في بي تربيع أجيب من هنا البي 2.98 أقربها بالزيادة لتلاتة متر يبقى اللي عملتوا في مسألتي هنا يا جماعة أنا روحت حسبت الكيو اللوبل نت عادي خالص عادي خالص بس ألاحظ ملحوظة مهمة أن البي ملهاش لازمة ملهاش لازمة ملهاش دور وأنا بحسب الكيو ألتمت في حالة الطين طيب أنت عاوز تجيب عارض القاعدة بقى عاوز تجيب عارض القاعدة أو أبعاد القاعدة بتاعتي خلاص ما هو الإجهاد حملة على مساح والله أنا معي الإجهاد ومعي الحمل أروح أجيب المساح كده كده الأبعاد بتاعتي بي قدر من هنا أجيب بتربية أقصد قدر أجيب البي بكل سهولة أقربها بالزيادة يا ليه بالزيادة لأن محدش هنفذ لك قاعدة 2.98 يعني ما تنفذها 3 متر في 3 متر وخلاص هي دي القصة يعني حد أجيب المشكلة في المثال ده لا تمام يا هندس طيب تعال نشوف الحاجة اللي بعدها الله سعادة بتالتها تعال نشوف بصوا بقى المثال ده الحاجة تانية خالص بيقول لك هنا بيقول لك عندي فوتنج قاعدة أبعادها 2 في 3 2 في 3 ماشي العرض ب2 والطول ب3 لوكيتد 1.5 متر بيدي لك رأس مجهزة المراضي مش محتاجة أنك أنت ترسم 1.5 متر ده الفاونيشن ليفل منسوب التأسيس اللي هو يشتغل عليه بلو زي جرون سيرفوس أسفل منسوبة في الأرض ماشي زي جرون دي ووتر تيبل إز آد فاونيشن ليفل بيقول لك أن منسوب المية هو نفسه منسوب التأسيس هو نفسه منسوب التأسيس طيب خلاص زي سؤل طباط التربة والخاصة بتاعتها زي الرسم بقول لك استخدم يحسب لي save column load عاوزي برضو يحسب حمل العمود للمعامل أمام ب3 خلينا بس نروح نجيب حاجة اسمال كده لو بالنت وبعدين نشوف حمل العمود نجيب ده فأنا نشوف قصة حمل العمود دي نشوف هنحسبها ازاي نجيب ده بس الأول كده بص كده للصورة والله هنعنى طبقة رمل جمع ب19 وفاي ب30 ماشي وعنى تحت طبقة كلي جمع ب17 واسيب 25 طب يا بشموندس القعدة بتاعتي ركزة على الرمل ركزة على الرمل آه حلو حلو كلام ده جميل أوي ماشي واحد يقول لي خلص تعالى نحسب كده انا عاوز احسب قدرة تحمل التربة هن اهي كيو قالت ماتين اهي صح خد خواص الرمل اللي هو ركزة عليه وخد حل خش حل وخلص معادة الكود المصري الجميل خش يطبق الدنيا مية مية خلاص انت عارف يا المشكلة في ايه ان هو المراضي مديلك طبقة كلي تحت طبقة الرمل انت عاوز تقول لي ايه انا عاوز اقول لك يا بشموندس اللي قعدة بتاعتك ايه وركزة على الرمل لو انا عمال احمل 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 ازود في الحملة ازود في الحملة ازود في الحملة مرة واحدة التربة مش قادرة انها تشيل التربة مش قادرة تشيل ايه اللي هيحصل ايه اللي هيحصل والله هيتكون مستوى تنهيار ويحصل فيليار مختلف انواع بقى زي ما انت خدت في المحاضرة حصل فيليار في الصور طيب الحالة الطبيعية طيب بص كده المسال بتاعي المسال بتاعي لاكز معاي انا عندي هنا ايه عندي رامل عن تحت قطي هو يا باش مهندس الايجاد اللي جاي من لعدة ده الايجاد ده بيأثر على الرامل ماشي الطين بيحس بالايجاد ولا لا الطين بيحس بالايجاد ولا لا اه بيحس بالايجاد مش الايجاد ده لو انت تفكر في السنة اللي فاتت بيتوزع كده بيتوزع توزع رامساحه اكبر فيجي لائجاد هنا يبقى الاجاد وصل للطين انت عايز تقول ايه انا عايز اقول لك اني جايز ان الرهمل ما ينهر الرهمل سليم جميل قوي بس الإجهاد الموصل للطين عمل انهيارات في الطين ايه عام من الكلام ده عمل مستوى الانهيار سواء هو بقى جنرال ولا لوكال شير ولا بانشنج سواء هو مش فرق معادي دلوقتي اللي أنا عايزة وصله لك وارد ان الانهيار يحصل في الرمل او ان هو ما يحصلش بالرمل ويمتد ينزل يحصل تحت في الكلام تتبع الطبقات يا باش مهندس لو أنا حاطت طبقات او حاطت اساس على طبقات متتالية وارد الانهيار يحصل في اي طبقة ما بينكو صين في حالة ان الطبقات الصفلية اضعف من الطبقات العلوية ايه ده بص كده هو انا لو انا عندي قعدة والقعدة دي هنا في طين ضعيف ماشي وهنا في رمل هو انت متخيل ان الانهيار هيكمل هيوصل للرمل وبعدين يحصل هنا في الرمل لا طبعا لانهيار يحصل في طبقة الطين هو اصلا راكز على طبقة ضعيفة فانواصل تماما ان الانهيار يحصل في الطين يبقى الرمل عادي ولكنك شايف بقى خلاص طب يا باش مهندس في المرسل بتاعنا ده هو طبقة رامل وراكز على طين اجا بص كده الفايب 30 والسيب 25 يعني الموضوع بالنظر ما اعرفش حدده ما اعرفش حدده هو وارد ان الكلية يكون اضعف فالنهيار يحصل في الكلية صح طب لو انت واسك تماما لو انت واسك تماما ان الطبقة اللي تحت قوية خلاص اشتغل على فوق بس طب احنا نعمل في الوقتي احنا نشتغل ان انا مش عارف والله انا معرفش والله هو هيحصل فوق ولا هيحصل في الرمل ولا هيحصل في الكلية مش عارف طب ما تيجي ندرس ونشوف خطوات نمشي عليه قال لك بص روح كده احسب لي الكيو ألتميت نت واحد باستخدام خواص الطبقة الاولى عندما تسوم التأسيس مش هو دلوقتي يراكز على الرمل مش هو راكز على الرمل تعال نحسب الكيو ألتميت نت في الحالة دي احسب لي كيو ألتميت نت دلوقتي حالا دلوقتي غمض عينك عن الطين كده وعن الكليك كده غمض عينك وتعال نشوف الرمل بيقول ايه اعمل ايه معادلة الكودر المصري بتقول والله سي اني سي لندة سي كيو اني كيو لندة كيو جمداش بي اني جاما لندة جاما زيئنا منها خلاص وانا شغال عن الطبقة رقم واحد انا بعمل ايه والله بحس كودر تتحملين اهي للي همين اهو الفي هنا بكام بثلاثين خش الجدول خش الجدول لما الفي بثلاثين هتلاقي الاني سي بتلاتين الاني كيو بتمنتاشر الاني جاما بعشر صح اني سي اني كيو النجام انا شغال على الرمل دلوقتي خلاص خلصت الاني سي اني كيو النجام كمل اللامضة سي بتساوي اللامضة كيو مع عاملات الشكل في حالة المستطير واحد زي تلاتة من عشر بي على ال البي بتاعتي باثنين والالل بتلاتة الحاجات ده انا حافظها يطلع واحد اتنى من عشر اللامضة كيو اللامضة جام واحد نفس تلاتة من عشر بي على ال البي بتاعتي باثنين والالل بتلاتة يطلع بتمانية من عشر خلاص يا جماعة الكلام دي بتبقى حفزه تبقى فيه وخلاص يبقى انا عايفة من هنا لمضة c لمضة q لمضة gama تعرف تحسن كهو والجما داش والله انت لو كده لو انزلت مسافة بيه تحت القاعدة لو انزلت مسافة تحت القاعدة كده كده هتلاقيه ماي مش في مايه هنا جماعة تحت القاعدة فالجما داش بجما سبمرج الجما داش بجما سبمرج طب الجما اصلا بتسعتاشر وانتواخدها هنا بتسع اتواخدها بتسعة. طيب ماشي خط الجامعة بتسعة لا تصعشر ناس عشر يعني تطلع بتسعة. عاوز اجيب الكيوب المرة وزن عموله التربة حتى منسوب التأسيس هو ده. جامعة في الدي اللي جامعة بتاعتي هنا ب ساعتاشر لان انا فوق جامعة ساتوريتد فوق المية. في الدي بتاعتي بواحد ونص يطلع منها ده تمانية وعشرين ونص. انت جاهز تعوض? اه تعال كده انا عوض. والله سي ان سي لامدا سي. هتلاقي من هنا ان السيف الرمل بصفر. فترميل اولان كله ويطلع بصفر. الكيوب بتاعتنا حاسبها تمانية وعشرين ونص. الان كيوب انا جايبها من الجدول بتمانتاشر. اللامدا كيوب جايبها معي واحد واثنين من عشرة. الجامعة ده ايش منجهزة بتسعة. البي عرض القاعدة باثنين متر. الان جامعة من الجدول بعشرة. اللامدا كيوب تمانية من عشرة. يطلع ده سبعمائة سوى خمسين وستمان عشرة. ده الكيوب بس انا بقول لك معلش احسبلي كيوب الاتمت نت. النت. احسبلي الصافي كده. يعني اخد الرقم ده. واطرح منه كيوب. اطرح من ده تمانية وعشرين ونص. يتبقى لي سبعمائة وثلاثين واحد ومعشرة. ده الكيوب الاتمت نت واحد. لحد هنا يا جماعة. حد عندنا مشكلة. انا حلت مسألة زي المسألة اللي فاتت كلها. حد عندنا مشكلة حد الوقتين. البيض مش مانوسة خدها باثنين او بتلاتة عادي او. لا لا البيض العرض الصغير. البيض العرض الصغير. عادي ناس كده باكتب. البيض العرض. البيض العرض السابق يا جماعة. مش نوعه وتلاتة. البيض دايما العرض. احنا جبنا البي. انا مش حاجة جديدة على فكرة. تعال نشوف الجديد بقى. احنا قلنا ايه. احنا قلنا الاجهاد اللي جاي على الرملي ده. هيبدأ انه هيتوزع. تعال نشوف قصة كليج. تعال نشوف قصة كليج. هيتوزع على اتنين لواحد. اتوزع على اتنين لواحد. اتوزع على اتنين لواحد. اتوزع على مساحة أكبر. فتلاقي الإيجاد بأقل. وإيجاد على مساحة صغيرة. هيديك إيجاد عالي. وده على مساحة كبيرة. هيديك إيجاد أقل شوية. وده صغر شوية. وانت مش متخيل. انت فاكر التارات تقريبتك بتعمل ايه. كم بتاخد شكل الهرم. الهرم. بيتزيد من كل الاتجاهات. بيتزيد من كل الاتجاهات يا بش مهندس. تعمل لك هرم كده. او منشور. منشور. نفس الفكرة بتاع الهرم كده. طب يا بش مهندس. ابعاد القعدة بتاعتي اتنين في ثلاثة. تعال كده نشوف. من الاتنين لواحد. يعني ايه اتنين لواحد. اتنين رأس الواحد افك. اهو تعال كده. بقول لك ده اتنين لواحد. يعني لو انت نزلت اتنين رأسي. يبقى احنا مشينا واحد افك. لو نزلت اتنين رأسي يبقى انا مشيت واحد افك. لو مشيت. اربعة رأسي يبقى انا مشيت اتنين افك. حافظ على النسبة. حافظ على النسبة. طب لو انا مشيت. واحد بس رأسي. واحد. يبقى لو افكي كان. نص. دايما لو افكي نصه. طب بص كده. هو انا مسألتي. مسألته اهيه? هوزعه كده على وش طبقات الكليج. هوزع الايجاد على وش طبقات الكليج. انا نزلت اقديه رأسي. واحد متر. اهو انزلت اتنين لواحد. ويقفل الشكل بتاعي. مش انا نزلت واحد رأسي. يبقى انا نزلت. يبقى مشيت نص افكي. يبقى انا جيت من هنا. مشيت هنا هو. ده واحد. يبقى هنا نص. طب الناحى التاني. هو برضو نفس الكلام. مش انا هنا برضو نزل واحد. يبقى دي نص. طب طول الاصل كام? طول اصل اتنين. اتنين زائد نص ونص. يبقى بتلاتة. طب الاتجاه التاني. مش هو برضو. هيتوزع اتنين لواحد. فدي من هنا. نص. والناحية التانية برضو. نص. يبقى التلاتة. طب نص ونص. تبقى اربعة. يعني الاتنين في تلاتة. بقى التلاتة في اربعة. ده ميل اتنين لواحد. انا اقولنا هننزل واحد رأسي. فتزيد نص. بس نص يميل مع نص شمال. يقفلك تلاتة. نفس الكلام في الدولة اللي هو طوله تلاتة متر. نص يميل ونص شمال يقفل لاربعة. دي واضحة يا جماعة الناس فاكر اك فاكر الكلام ده. نفكرين الكلام ده يا جماعة. ناس فاكر الكلام ده. ها الناس. يبقى دلوقتي عندي قاعدة جديدة تخيلية. ابعدها تلاتة في اربعة. ابعدها تلاتة في اربعة. قاعدة جديدة تخيلية. لكني بقول لك اعتبر انك انت. حطت قاعدة هنا كده. عندك مشكلة. بس بابعاد اكبر شوية. ثلاثة. اربعة. هعمل ايه. قالك مش انت حاسب فوق. كيو قاطمت نت واحد. احسب لي كيو قاطمت نت اتنين بقى. للقاعدة الجديدة. للقاعدة الجديدة. تعال ننفذ الكلام ده. والله لو انا ركز على الكل ايه. لو انا ركز على الكل ايه. القاعدة الجديدة ركز على الكل ايه. ناس تركز. الفاي بصفر. انا ركز على الكل ايه. الفاي بصفر. فالن سيب خمسة من الجدول. الن كيوب واحد. والن جما بصفر. رح تجيبتهم من الجدول. طيب عاوز اجيب اللامضة سي واللامضة كيو. طيب واحد زل ثلاثة من عشرة بيه على ال. بس اخد بالك. اما اجي اعوض المرة دي. اعوض بابعاد القاعدة الجديدة التخيلي. يبقى ثلاثة فاربعة. يبقى بيب ثلاثة والال باربعة. يطلع من هنا واحد بقيمة من خمسة. اللامضة لامضة جما كاتب لك مش بحتاج حسابها. وليه مش بحتاج حسابها. ما هو يا باشمانس لان جما بصفر. في الترمي كده كده هيطير. لأيضا بصفر. يعني انت حسابتا ما حسابتاش مالاش لازمه اصلا. تعالك اعوض في المعادل. تعالي نعوض في المعادل. المسألة بتاعتي هي. عوض كده. الجما برضو بجما سب مرجد. وهنا هي جي تحت القاعدة في مسافة بيه تحت القاعدة. هي. مسافة بيه تحت القاعدة. الجما تحت القاعدة بسبعتاشر وأنا أخدها غمصة بمرجد فأخدها بسبع مسافة بي تحت الأعداء التخيلية يبقى أنا بعيد الحل تاني بس على اعتبار أن أنت عندك طبق عندك قاعدة جديدة بعدها ثلاثة فاربعة وركز على الكلي تعالى نعود كده الكيوت ني تعرف تحسب الكيو وزن عمولة طربة حتى منسوب التأسيس بس المرة دي وزن عمولة طربة حتى الأعداء التخيلية يعني ده بالكامل تعالى كده تعالى كده والناس تركز معي تبني متخش في بعض بس وزن عمولة طربة حتى الأعداء التخيلية أو تلاغمت عينك بقى واعتبر أنك أنت بتحل قاعدة جديدة لجزع الكلي وخلاص أبعدها ثلاثة فاربعة أحسب هناك كيو ازاي والله الحبة اللي فوق المية جامة ستوريتد والحبة اللي تحت المية جامة ساب مرجد طيب ما لقى ازاي والله الجامة فوق أصلا الجامة هنا كل ده كان مدين هنا الجامة 19 ومدالب 19 لجامة بتاعت الرمل الحبة اللي فوق المية يبقى 19 في واحد ونص الحبة اللي تحت المية تسعة كشان تبقى ساب مرجد في واحد أجيب من هنا لكيو اتنين سبعة ونص يبقى ده وزن عمولة طربة حتى الأعداء التخيلية الجديدة بتاعتي على وش الكلي من فوق أعرف علاقة المعادلة ان سي لندة سي بتاعتي في طبقة الكلي متق использakovil 25 اللان سي انا ما كنتم جاهزة في حلات تانية ب5 اللامضة سي انا جايبها برضو بواحد ونano 2.5 زائد الكيو سبعة ونص في الان كيو انا جايبها بواحد اللامضة كيو واحد ونano 2.5 اتلاع من الكيو świ给 you 199.06 يبقى أنا جماعة كل اللي انا عملته. ملاكش دعوة بطبعة الكلي. تعال كده وحطيلي نوع قاعدة جديدة. قاعدة جديدة هنا كده. اللي قاعدة دي ابعادة ثلاثة. فاربعة. طرف تحل المسألة. بس. طبعه اللي انا عملته. حطت قاعدة جاعة الكلي بالابعاد الجديدة. وحل المسألة وملاكش دعوة بأي حاجة تخص المسألة اللي فوق. طيب. انا بحس بالكيو التنت. اخذ الرقم ده. اطرح منه الكيو. بقى. مية تسعة وتسعين. اطرح منه سبعة تسعين ونص. يديني من هنا مية واستين بوينت خمس ست. طيب. هو انا معاي ايه بقى دلوقتي? انا معاي كيو التنت واحد. والسبا بمية واحد وستين. معاي ده ومعاي ده. اعمل ايه? هو انا ينفع كرن ما منهم? ينفع كرن من ده وده? هو انا هكرن ليه اصلي? ما هو يا باش مهندس? انا عاوز اعرف مين اللي اضعف من التانية? مين اللي تديني قدر التحمل اقل? مين اللي يديني قدر التحمل اقل? طب انا اخد اللي تحت? ولا اخد اللي فوق? واحد يقولي ده اللي تحت ده اقل? فاخد اللي تحت. لا استنى بقى. اتبقى لك. انا جايب الكيو التنت واحد هنا. والكيو التنت ده في مكان وده في مكان تاني. ده في مكان وده في مكان تاني. مال الاجهاض اصلا كده كده في فوق عالي وهينزل ده حتى يقل. فانت بتكرن كده ازاي? بركز معاي كده هنعمل ايه? هنعمل ايه? قالك تعال انطلع ده ايه? لفوق. خد الكيو اتنين ده ايه? طلحها لفوق. ازاي? قالك ايه رأيك اما تضربها? في ايه اتنين? على ايه واحد? قالك للمقاردة من التنتين نرجع كيو التنت اتنين عند منسوبة تأسيس. هاخد الرقم ده اضربه في ايه اتنين? على ايه واحد? المساحة التانية على المساحة الاولى. يعني اجي كده. اضرب رقم ده في ثلاثة في اربعة على اتنين في ثلاثة. المساحة اللي تحت على المساحة اللي فوق. يطلع ده ثلاثة ثلاثة وعشرين. يبقى انا كده كده وصلت الاتنين لبعض. انت عارف انا عملت ايه? انا اكيني حولت المسألة دي الحمل عمود. بي كولوم كيو في الاريا. مش الايجاد حمل على مساحة. يبقى الحمل ايه جهات في مساحة. اكينك حولتها الحمل عمود. طيب انا عوز الله هفوق. اقسمها على المساحة اللي فوق. يعني لو انا عزقى حمل العمود كده من 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 الارقام اللي تحت. هاخد الكيو اللي تحت. في ايه اللي تحت? بقى حمل عمود. طيب اعاوز اجيب تأسيره فوق. عاوز ارجعه ايهات فوق. اقسمه على المساحة اللي فوق. مش مهم انا رجعتها ازاي او تفصلتها. تفصلتها ان انا حاولتها الحمل عمود. ضربتها في المساحة اللي تحت. بقت حمل عمود تحت. عاوز احاول له ايجاد فوق. هقسمها على المساحة اللي فوق. فقلت لها قضرب لي في اتنين عليه واحد. اعرف دلوقتي قارن. اه قارن بها دلوقتي. قارن ده بدا. ما هو اللي اتنين عند نفس الليفل. اللي اتنين عند نفس المنسوب. قارنني ده بدا كده. هتلاقي اللي تحت هو الاقل. فاخد اللي تحت. اعاوز احسب الكيوة اللي هو بالنت. اخد رقم اللي تحت. اقسمها على ثلاثة. يطلع مئة وسبعة بنت سبعة. تعرف ده معناها يا بشمهندس. معناها اللي انه يرى يحصل في الكليج. يعني انت لو حصلت قدر تحمل التربة او قدر تحمل الرمل. وروح تصممت. هتروح في ده. لان الكليج هو اللي ينهار. مش الرمل. يبقى انك لازم اغضو في الاعتبار. لا. لازم اغضو في الاعتبار. طب هو اصلا في الاصل جانا عاوز حمل العمود. وانا معالك يقول لو من لنت تلوقتي حمل العمود اللي جات في المساحة. يبقى مئة وسبعة افتنين في ثلاثة. المساحة بتاعتي. يطلع منها ستو مستة واربعين بوين اتنين اربعة. يبقى انا ده حمل العمود اللي هيخلي. الدنيا سيف. مش يحصل انهيار ولا في الرمل ولا في الكليج. يبقى انا الهدف كنت بدور على حمل العمود اللي يخليلي او يسايبلي الدنيا كلها. فروح تدرسة حالة الرمل لوحدها باعتبار قاعدة اثنين في بيدك عشان تحس بيها اكتر. بس لو حد عنده مشكلة الوقتي فيها في الجزء ده يقول. سمعتها بشواني. فضل. اتتت الجامعة جداش في لير واحد ده باش معاني نسمع لش. قولتها لما مش فاها. الجامعة داش في اللير واحد دي جبناها ازاي. مش المفروض هنزل بي من اا من القاعدة. هنزل في اللير اللي تحتها ولا ايه بس. عشان. هنزل في القاعدة. عايز تنزل اتنين متر. اه. عايز تجي هنا تنزل اتنين متر. سعين. فتلاقي هنا جامعة جامعة هنا تسعة. وجامعة هنا عايز تقول تسعة هنا وسبعة هنا. وممكن تكون متوصف بتمانية. فعادي كبر دماغة تخدها تسعة وخلاص. هنزل هي كده 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 سبمرجد هنا وهن. ممكن اقولها ايه او لا. ما هي تطلع نفس الكلام. تسعة في واحد. يعني ممكن اعملها ايه برده بنفس الطريقة. تسعة في واحد زائد سبعة في واحد. على المسافة بيه تطلع باثنين. وتطلع بتمانية. فاهمني. كبر دماغك. يعني خدها بتسعة وخلاص. انا فاهم انت اصدق ايه. لو انزلت المسافة بيه هتلاقي نفسك قطعت في اتنين جامعة. فتلتسيله خلاص خدها تسعة. خدها اللي تحت الرمل تحت الاعداء وعلى طوله خلاص. تمام شوف انا بشو انت. حدثنا جماعة اندو اسئلة في الجزء ده. اذا سمعت بشو انت. بدا. وكان في حل اتاني بس عايز اشوفه معاك انا اجربته وطلعت معايا بتلتمائة وستين. تلتمائة وستين. بتقراح. حدث معا جماعة. لا يا هندس. انا بشو مهندس معاك. داني قول بقى. انا في حل جربت وطلعت معايا قريبة منها بتلتمائة وستين. انا بتاع ظرف والحل ده ممكن يكون صحة ولا غالب. اللي هو ايه بقى? هو انا دلوقتي تدرت احسب الاجهاد عند الطبقة اللي فوق. عند المساحة اللي هي اتنين في ثلاثة. تمام. فانا ممكن من العلاقة دي يعرف اجيب الضغطة عند النقطة دي اللي هي كوة اللي بتأسر عليه. تجيب الحملة العمود فوق يعني? الحملة العمود اه. طب جبناه فوق. ماشي. طب لما اقسم بقى حملة العمود على الطبقة اللي كحت ليها تبقى اتناشر. ايه? اعطوها تحت بقى اتناشر ايه? اتناشر اجيبت النين. اه ثلاثة فاربعة. ثلاثة فاربعة. اه اه اه. كده وزعت الحملة على الطبقة دي تريد اتنين وشتين. لا بس انت. بس انت عرفت تقول حمل التربة من هين اصلا? انا اعملت اجهاد فوق. يعني اعتبر وزعته بنفس الترالية اتنين الى واحد. في هيأسر لتحت بقى ايه مسلا. تريد اتنين وشتين. او ايه تريد اتنين وشتين بقى الكيو? ليه الكيو. قلتم تقول احنا حسبنا تريد معانا تلاثة وعشرين واثناشر. اللي هي دي? اه. اللي انت بتقوله ده هو مش دقيق قوي يعني. يعني انت بتقوله ان احنا نحسبها كقدرة تحمل. اخد معادلة البيرنكا باستة اعود معادلة البيرنكا باستة نفسها. طيب. حد عندها سئلة اخرى يا جماعة? انا لسه فضلنا ترزاجي. سيكشن طويل شوية بس هو عشان مليانه عشان نخلص. حد عندها سئلة اخرى? هنا في الجزء ده? لا تمام يا اندس. طيب. تعال نقتم بترزاجي. ترزاجي بيقول لنا ايه? ترزاجي بيدينا معادلات. بس بدينا تلات معادلات للمراتي. بيقول لك انا عندي معادلة لċتونواز فونديشن او لستريب فونديشن لعدة الشرطية. بيقول لك سي في ان سي زائد كي وني كيو نص جاما بي النجام. واداني معادلة مرة تانية للسكوية. واحدة طاعة من عشرة c n c qn q زائد بارعة من عشر رقم داشش في البي في النجام. واداني معادلة للسيركولار الفونديشن. واحدة طاعة 10CQQQ10 جماع في البي لأنه جامع. ولكن هناك اختلفات بالصلاة من المعادلات. 1 أضع 10D 418. هناك 1 و3 وهناك 1 و3. وهذه الأختلفات الموجودة. هل المعادلات بحفظ؟ لا ألم. أنا لا أعرف. أنا لا أعرف في الصراحة. أنا أسألت بها الحتة دي. دكتور محمد صبحي قال أن تجعل الطلبة ترجع لكم مروان أفضل. أرجعوا لكم مروان في الحتة، أضمن. أنا لا أعرف. هل 3 حفظ، لا أعرف. هل الدكتور هيدا لك في المتحان given ولا لا مش عالي. طيب. انا معاك 3 معادلات دلوقتي. خلاص الدينة بقت سهلة يا جماعة. ما احنا عارفين ان السي. فاي معادلة فيهم ده التماسك. الكيو. فاي معادلة فيهم وزن عمول الطربة حتى منسوب التأسيس. جاما ده ايش في اله. فوق المية او تحت المية. خلاص مفيش مشكلة. بي عرض القاعدة. بي عرض القاعدة. خلاص. ان سي والان كيو والان جاما. دي معاملات قدرة التحمل. وبنجيبها منزلات الفاي. بس خد بالك. ان الفاي المهرادي بتعتمد على جداول برضو. بس جداول ترزاجي. ركز بقى. جداول ترزاجي. ماليش علاقة بجدول القود المصري. كل واحد عمل طريقة. عمل جدول. فيه اختلافات في الارقام. فده بيرنك بست فاكتور زوف ترزاجي. ترزاجي. ادانا. ترزاجي. ادانا جدول خاص بيه. مثلا. على سبيل المثال. لو الفاي بي 30. تخش كده تجيب الان كيو. والان سي والان جاما. وتخش وتعاوض في القانون. يبقى الوقت عارف السي عارف الان سي عارف الكيو عارف الان كيو عارف الغامة داش والبي والان جام هي يالجامة داش برضو بنفس الطرية اللي احنا قلناها جماعة انزل بي تحت الاعدة انزل بي تحت الاعدة وشوف يتبقى سابمرجد ولا تبقى ساتوريتد ولا ونحسبها ازاي انا عارف كل حاجة دلوقتي بس الاختلاف الوحيد في المعادلات الان سي والان كيو والان غامة بتعتمد على جداول الترزاجي. الحقيقة يا جماعة الجدول ده مش موجود في المحاضرة. الجدول ده مش موجود في المحاضرة. بس ده الجدول المشهورة للترزاجي. بس اللي موجود في المحاضرة فيه شرطات. الدكتور ما يدي لك الشرطين في المحاضرة. الشرطين في المحاضرة. الشرط الاولاني بيقول لك بيرينجا بست فاكتور. في حالة الجينرال شير. في حالة الجينرال شير فيليار. نقول لنا عندها تارحة للفيليار. جنرال أو لوكل أو بنشي لو هو قال له أخذ الجدول ده خش بالفا اغبط لي في الكيرفات وهاتل القيم يعني الكيرف اللي فوق ده هو الكيرف الـNC الكيرف اللي تحت الكيرف الـNQ الكيرف اللي تحته الكيرف الـNG يعني مثلا لو افطرقت كده إن مثلا المثلا المثلا الفاي بـ20 المثلا هطلع رأسي كده هاخبط في الان سي اجيب كمتو امشوفك اجيب كمتو. في الان كيو اجيب كمتو. في الان جاما اجيب كمتو. كمت صبعا من ايه? من هنا من على الرأس. يبقى ده يبدأ لاتشارت. اتشارت تاني قالك هنا بس بداية لو الانهيار. طب الدكتور في مسألة لازم احديد لي النوع الانهيار. هو انا اخش انهي جدول. اللي فوق ولا اللي تحت. وهو يحديد لك في المثال اللي انهيار هيحصل ابعمل ازاي. نفس الكلام برضو. اخش بدلالة الفاي. اغبط في الان سي. واغبط في الان كيو. واغبط في الان جاما. واجب الكويم دي. يبقى الفرق اللي ظهر في ترزاجي. انا نخش نحل مسألة بس دلوقتي. الفرق اللي ظهر ان المعاملات ان سي النجامة. بيعتمد على جدول ترزاجي او التشارطات ترزاجي. اخش التشارط بدلالة الفاي. اجيب الحاجات دي. اروح اعود. طيب. تعال نشوف. تعال نشوف مثال. فقرعة ترزاجي. هنا بيقولي. عندي قاعدة شريطية. يبقى انا انا مغمض القانون الاولان. اهو. عرض القاعدة تلاتة متر. خلاص ومديني رسمة. فخلاص الدنيا واحد. اتنين متر. في التربة سي وفاي. قال لك ان نسيب تلاتين. والفاي بخمسة وتلاتين. زووتر تابل منسوب المية. خمسة متر. منسوب المية على عمق خمسة متر. يعني هنا في مي. هذا الغ 맞ورة هنا. الغاوار. Unity مع becameantageم. يعني الاحتمال على جامعة ميابي متر 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 multتر مع المتر متر 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 مترríام entonces احسب. كي نت ك Perry كبازتي تحسب. Devices Stew ultimate. كي نت كبازتي التي تقبلهاjuk تقول? كيو ألوبل نت. عاوز يحسب كيو ألتيمت. كيو ألتيمت. نت. كيو ألوبل نت. كل حاجة. بقول لها كمان حسيب لي اللود على المتر. اللود على المتر. سيسيبها دلوقتي. لمعامل أمان ثلاثة. يقول لي هنا ايه. استخدم الانهيار الجنرال شير. ده يفيدني في ايه. هيفيدني لو هم يديلك تشارطات. تستخدم تشارط بتاع الجنرال شير. أنا عندي تشارطين. واحد لجي جنرال واحد ليه اللوكل. استخدم تشارط الجنرال شير. طيب تعال كده. تعال كده. خط المعادل الأولاني. السيب كم. والله يا سيم يدلي في المسألة بتلاتين. الان سي والان كيو والان جامه محتاجين. إلا أنا أخش أجبهم بTham alive. الify بخمسة وتلاتين. فعاوز أجيب الان سي الان كيو الان جامه. لاو احنا نرح لجدول. هنلاقي هنا في خمسة وتلاتين اهي. الان سي سبعة وخمسة وثمانية. الان كيو واحد ربعين واربعة. الان نجامه اتنين واربعين واربعة. صح؟ بان الجدول يمكن للجدول. في المتحمد مدين الشرط. مدين الشرط. سأستخدم الشرط في جنرال شير فاليار أوفترزاج. سأستخدم الشرط. سأذهب عند فى بخمسة وثلاثين. صفر عشر عشرين تلاتين اربعين. يبقى خمسة وثلاثين هنا في النص كده. يطلع رأسي. اغبط في الكرفات. اللي فوق نسي. لو انت بصيت كده هتلاقي بواصل ما بين الى خمسين وستين تقريبا سبعة خمسين وثماني. تقريبا سبعة خمسين وثماني. يبقى مش عليه اوه طبعا. اذا اجب الان كيو. الان كيو هو. تاني واحد. يمشي اون فيك هو. تقريبا واحد وربعين واربعة. طيب. الان نجومة ثلاثة واحد. يطلع حوالي. يطلع. حوالي اثنين وربعين واربعة. يعني فيه تقاطه هنا. دخلين فى بعض شوية. بس مش مشكلة. ممكن يديلك دول جاهزين. يا جماعة الموضوع ببساطة. لا اما تيبل. لا اما يديلك الاركام جاهزة. لا اما ما يجيبهاش اصلا. لا اما يجيب لكه بمصر وخلاص. طيب. سيبها جميع من ده خلاص. انا حددت العوامل. تعالى نجيب الكيو بقى بالمرة. وزن عمور والطربة حتى منسوب التأسيس بقى الحب دول. الجماة هنا ستيوريت طبعا لان الماء بعيد قوي. جماة ستيوريت بسبعة شر وربع. في الدبس بتاعي باثنين متر. عمك التأسيس. اطلع خمسة وتلاتين. اعرف دلوقتي عوض. والله انا معايا كل حاجة. تعالى كده انا عوض. السي بتاعتي بتلاتين. معايا السي بتلاتين. الدليل في المسألة. اللي النسي انا جايبها بسبعة خمسة وتمانية من عشرة. زائد الكيو. الكيوب كام? انا لسه جايبها خمسة وتلاتين. في الان كيوب بتاعتي بواحد واربعين واربعة. زائد نص. نص اضاف القانون. جماة داش. جماة داش. اه. جماة داش. احنا بننزل مسافة بيه. اسفل الاسفل الفونديشن ليفل. اجي هنا ننزل مسافة بيه. هي البيب كام? بتلاتة متر. اهو. انزلي مسافة تلاتة متر. هتلاقي المية تحت التلاتة متر. تحت التلاتة متر. في اخوة دي جامسة بمرجد برضو. جامسة بمرجد برضو. فعم ام تواخد دي تلاتة متر. جامسة بمرجد. ام تواخد ده هيت. بس. لا معلش يا جماعة. انا انا. معلش يا جماعة دي ساتوريت بقى مش تبمرجد. ثانية واحدة. الناس يا جماعة مركزة معايا. انا اللي سرحت. البي هنا. بتلاتة متر. لقيت نفسي لمس المية. ما هي دي باتنين. ودي بخمسة. لو انزلت تلاتة تلمس المية. يبقى الجامعة هنا جامسة توريت. انا على وش المية من فوق. المية مش دخلة معايا. تأثيرها مش موجود. فعمت واخد دي ساتوريت كلها. فدي نص. الجامعة هنا بسبعة وربع. عرض القعدة بتلاتة. لان جامعة. كيبها بثنين واربعين واربعة. يطلع ده اربعة تلف وتمتسة وخمسين. عاوز اجيب الكيو على تنت. والله هي بي اخد ده. بطرح منه الكيو. يديني من هنا اربعة تلف وتمتسة وعشرين. عاوز اجيب الكيو. قال لو بالنت. اخد الرقم ده. اسمولي على تلاتة. يديني الف رب ومائة وتمانية. الف رب ومائة وتمانية. اخر مطلوب يقول لي هاتي اللود عالمتر اللود عالمتر. يا ليه اللود عالمتر يا جماعة. ليه اللود عالمتر. ما هو one. من المثالة اللي فاتت كان عندي عموض. كان عندي عموض. فالعموض بدي لك حمل مركز. يدي لك حمل مركز. طب. انا هنا عندي قعدة شروطية ممتدة في الاتجاه العمودي كتير. صح. العجي ق sau. هي ممتدة في اتجاه العمودي орخشان مسافة طويلة جدا. مسافة كبيرة جدا. Saya akan اخذ واحد متر فقط في الاتجاه العمودي وقدرسه. واحد متر في الاتجاه العمودي. يعني انا بجيب لود على المتر امتى? لما كون شغال في ارضة شرطية. عشان المسافة طويل لقوي. فانا اخذ واحد متر اشتغل عليه. طب اجيبها ازاي? والله اللود على المتر بتساوي كيو في الاريا. الاجهات في المساحة. الاجهات اللي انا جاي با الف ربمائة وتمانية. والعرض بتاع ثلاثة متر. في واحد متر في الاتجاه العمودي. دي المساحة اللي انا مغطيه. يعني اكيني بقول لك كده. او ده في البلانة اهو. دي القاعدة. ودي الحيط. دي الحيط. فين المساحة اللي هتكلم عليها? هاخد كده واحد متر في الاتجاه العمودي. واحد متر في الاتجاه العمودي. وده العرض. يبقى فين المساحة اللي بتكلم عليها? بي في واحد متر. واحد متر انا اخذه في الاتجاه العمودي. بي في واحد متر. الكيوب كام الف ربمائة وتمانية. في ثلاثة في واحد. يطلع ٤٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٠ على المتر. يبقى أنا مسألة عادية خالص الفرق او الجديد في المسألة دي ان انا اقدر اجيب الان سي والان كيو والان جوة من جدول بتاع ترزاجي جاهز او اقدر اجيبه من الشرطات برضو مفيش مشاكل. اللي فرق كمان معايا ان انا هنا في مسألة الاستريب لو هو طلب مني حمل اللي جاي من الحطة ضهيط اروح اجيبها بتلالة متر واحد. لان المساحة اللي باشتغل عليها او اللي انا وقد وطول وقد في التجاه العمودي واحد متر. يبقى هو بالمساحة اللي بكلم عليها بي واحد متر. فيطلع من هنا اللود على المثل الدول. حد يا جماعة مشكلة في السؤال ده. ايه كمان مش مانس. حد يا جماعة مشكلة مشكلة في السيكشن عموما. سيكشن نفسه. حد عند مشاكل فيه. حد تمام هندس. ازال فول. خلاص يا جماعة. اشكرا الله اشوفكم ترمي التاني على خير. اتمنى نكون ان احنا ترمك وانا خفاف عليكو يعني معلش كانوا لو سيكشن طويلها شوية. بس الحمد الله خلاص وصلنا للنهاية الحمد الله. في ياريت الناس بس تكون يعني يعني ياريت نكون احنا قدرنا نقدم محتوى كويس. وان شاء الله ربنا نوفقكم في المتحانات. ودوما نبأكد دايما ان امرأ رقمي مع ناسك الله. رقم مع ناسك الله. لو حد محتاج حاجة ببعاتلي على الواطس. وانا اول ما بفتح برد على ناسك الله. فانت لحد الامتحان او حتى بعد الامتحان. احنا كده ممكنين برضو الترمي التاني. فانت معاكد اي وقت في اي فرصة اقدر تبعاتلي بدون مشاكل. احد عنده اي سئلة يا جماعة? الشيط بس هنرفعه امتاعه كده.